السلام عليكم ازايكو يا حباب قلب عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون فيديو لسيدة اجنبية هتعمل معاكو تغييرات وتجددات في بيتها جميلة جدا عايز اقول لكم ان السيدة دي سيدة بسيطة جدا ولكن بتحب ان هي تغير في بيتها وتجدد في بيتها بحاجات حلوة جدا كلكو تقدروا ان كنتوا تعملوها لو انتوا من نوع ان كنتوا بتحبوا تغيروا وتجددوا في بيتكم عايز اقول لكم ان التغيير والتجديد مطلوب ولكن مش كلنا بيبقى عندنا الامكانيات اللي احنا نقدر نعمل بها التغيير والتجديد ولكن عندك امكانية ان انت ممكن تشوف الحاجة وتبدأ انك انت تنفيذيها او تطبقيها عندك في قلب البيت بكل بساطة بس عايز اقول لكم عايز امنكم لايكات كتير 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 بيجد ارفعوا الفيديو بتاع النهاردة لان فيه كلام كتير عايز اقوله وعايز ااخد رأيكم فيه فبالله عليك احط لايك كتير علشان استشاركو في حاجات كتيرة لي انا دي اول حاجة وبعد كده بقى ان شاء الله لو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة عندي ياريت تنوروا عائلتي الجميلة وتشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس على الكل علشان يوصلوكم كل جديد مني ومستنية لايكاتكو وكومنتاتكو الجميلة لزيكم اول حاجة كده زي ما انتم شايفين هي هنا كانت بتعمل كوشن او كوشنز او تكوى او خطادية على حسب زي ما انتم عارفين في البلاد بتاعتكو بتقولوا عليها ايه طبعا هي جابت قماش كتعة قماش فطبعا قصتها جزئين وطبعا الجزئين زي ما انتم شايفين بيكونوا قد بعض لانها تلبسها في الكوشن وبعد كده جابت فايبر او جابت زي الخطادية او الكوشن مالته كده فايبر ممكن تجيبيه انت كمان وتمليه فايبر او ممكن لو هي بتتباع جهزة وسعرها مناسب لك يتقدر يتعملي كده وبعد كده جابت اللي هو الشريط اللي هو على شكل كور ده وده متواجد في جميع الاماكن وسعره رخص جدا المتر فيه بخمسة جنيه وفيه ناس بتبيعه المتر فيه بتلاتة جنيه بعد كده زي ما انتم شايفين بقى حددت بيه كل الكوشن وبالمسدس الشامع عملت بيه احلى كوشن كده زي ما انتم شايفين تقدروا تعمله كده وتزبطوا الدنيا عندك برضو بحاجات جديدة في قلب بيتك هنا من كورث قديم يعني او القماشة قديمة عندها حبت ان هي تغيروا الجدد فيه بنفسها ما بعدتهوش ان هو يتنجد او يتعمل براه تعمله برضو بشكل حلوي اللي هو يريحها هنا فكت كل القماش اللي فيه وبعد كده عملته زي نزوم صنفارة كده علشان تشيل فيه اي زوائد وبعد كده زي ما انتم شايفين جابت القماشي وانا الجديد بالشكل ده بجد بقى شكله تحفة وخطير جدا عايزة بقى اقول لكم هنا الفيديو هيمشى معاكو كده وانا هكلمكو على حاجات وعايزة رأيوكو فيها ايه هي الحاجات بقى اللي انا عايزة رأيوكو فيها او الحاجة كان في حاجات كده عندي في قلب البيت فكدت هغيرها او كدت هجددها فكدت حب ان انا اشاركو الحاجات دي فعايزة رأيوكو هال انا انا ازدلكو فيديوهات او انا ازدلكو فيديو بالحاجات اللي عندي حاليا في قلب البيت وقبل ما انا اعملها يعني واوريكو انا هعمل ايه وعايزة كمان ان كنتو تقولولي رأيوكو فيها ايه وتقولولي هال ايه اللي ينفع وايه الصح اللي انا اعمله وفي حاجاتها تبقى غلط وفي حاجاتها تبقى صح عايزة كمان تكتبولي في الكومنتات هال اعرض لكم الفيديوهات بتاعتي اللي هي في بيتي زي ما انا جايبا لكم السيدة الجميلة دي بتغيروا الجدد في بيتها في حاجات بحاجات بسيطة انا كمان زيها انا زيها وزيكو بالضبط بحب التغيير بحب التجديد وبحاجات بسيطة وبإمكانيات بسيطة ان شاء الله لو انتو بقى حابين كده او عايزين فعلا اعمل ده معاكو اكتبولي تحت في الكومنتات عايزة شوف قراء كتيرة واكتبولي تحت يعني فهموني او عرفوني عشان احس ان الموضوع يعني انتو قابلينه ولا لأ لو مش قابلينه ان انا منزلش حاجة من محتوية انا او حاجة من بتاعتي انا انا معيكو على ما انتو تحبوا بس انا من رأيي عايزة اشاركو حاجات انا هعملها او هغيرها في بيتي او هجددها في بيتي ان شاء الله وبأمر الله حاجات بسيطة برضو وهنبدأ مع بعض واحدة واحدة يعني هغير شوية تجديدات في البيت وشوية تغييرات بس هنعملها مع بعض واحدة واحدة لو انتو عايزين نبقى شاركها لكو قولولي وانا اشاركها معيكو ان شاء الله فعشان كده بقولكو ارفعوا الفيديو بلايقات كتير علشان ناس كتير هتشوف الفيديو ويقولولي تحت في الكومنتات رأيهم ايه عشان نبقى اخدنا رأيي الاغلبية يا رب ما اكونش بس دقيقتكو بكلامي وما اكونش رغيت كتير هي هنا كانت بتجدد في الغرفة بتاعت ابنها هي عندها بنت وولد فغيرتها كده دهنت طبعا بدهنات لون ابيض وبعد كده جابت وراء الحقط على شكل كده زي ما انتو شايفينه ده وجابت كده سرير هو على فكرة السرير اللي هي عملته ده سرير بيبي لان هي ابنها لسه بيبي صغير فطبعا زي ما انتو عارفين لما بيكون بيبي صغير من المستحب ان يكون السرير بتاعه يكون مش عالي عشان لقدر الله ما يقعش هنا برضو جددت في الكمود بتاعها كان كمود عادي زي ما انتو شايفين فحبت ان هي تعمل له التضليعة او على لغة النجارين اسمها شيش اللي هي الحاجات المدورة دي فحبت ان هي تغير تغييرات بسيطة كده هنا برضو عاملت زي نظام مكتبة او كمود صغير عجبني برضو فكرته دهنته ابيض وبعد كده عملت له الدرج واحد فاتح واحد غامق حلوي جدا وهي كانت بتعمل غرفة بنتها هنا كده برضو في غرفة بنتتها عملت كده زي نظام لوحة بسيطة او حاجة بسيطة عارفين السبورة هي عملتها لها كده طبعا الاول قالت ان هي بتحددها زي ما انتو شفتو باللزق الاخضر علشان لما تدهن ما يبقاش فيه خوارج او الونات خارجة برضو زي ما انتو شايفين كده وزي نتهالها بالذكور الحلوة ده بعد كده بقى هي كده بتعمل مكتبة بسيطة جدا برضو وهي اللي دهنتها عايز اقول لكم ان المكتبة دي كان لونها بني فغيرتها وعد دهنتها باللون الابيض عايز اقول لكم ان الابيض دلوقتي بقى ممتاز ممتاز في كل حاجة يعني بحس ان هو كده هو الموضة في نفس الوقت كمان يعني بيفتح لك الدنيا انا ده اللي خليني بصراحة في بيتي برضو حاجة مضيقاني جدا جدا ان انا طبعا انا متجاوزة دلوقتي عقبال يا رب العمر كله انا وانتو طبعا هي زي ما انتو شفتوا المكتبة بعد ما جددتها اهو وهنا كده بتعمل برضو التسريحة صغيرة ده بتاعت بنتها فغيرت لها من شكلها ودهنتها برضو عميتها بالابيض وعملت المقابط بتاعتها فبقول لكم ده يعني انا بقالي دلوقتي متجاوزة مثلا بقالي تمان سنين ماشي في التسع سنين فطبعا تسع سنين دلوقتي فطبعا ايام ما اتجاوزت كانت الموبيليات او الموبيلية على كل حال كانت بالالوانات الغمئة يعني كانت بالبنيات موبيلية بتاعتي حلوة جدا ولكن باللون الغمئ فدلوقتي طبعا كل اللي نازل للالوانات الفتحة وعايز اقول لكم هي هنا على الفكرة كان بتعمل الاول استرير بتاع بنتها بتعمله زي نظام كابوتيني او تنجيد كده عجبني جدا الفكرة بتاعته وهي اللي عملته باديها كده زي ما انتوا شايفين ده فكرة حلوة بدلا متوديه لحد وياخد منك تكلف كتير يعني هنا برضو كان بتعمل مكتبة في الريسبشن بتاعها لا مش في الريسبشن بتعمل مكتبة لبنتها برضو زي واحدة كده للالعاب بتاعتها هتحط لها فيها منظمات وهتكتب لها على كل منظم كده الالعاب اللي محطوطة او الحاجة بتاعتها اللي محطوطة ده ايه عشان تبقى ما يبقاش فيه كركبة وفي نفس الوقت بنتها تكون عارفة الحاجة بتاعتها يعني ده ايه وده ايه فبقول لكم بقى نفسي ان انا اغير شوية حاجات في قلب البيت لاني الالوانات الغمقة احيانا بتتعب جدا الواحد وفي نفس الوقت كمان بتحس كده ان حتى لو بيتك واسع بتحس ان الدنيا ضيئة عليك حتى لو بيتك صغير برضو بتحس ان الدنيا ضيئة عليك في الالوانات الغمقة فكل ما تفتحي في الالوانات ويكون عندك الوانات فتحة كل ما انت نفسيتك بترتاح اكتر وفي نفس الوقت بتبقي حبة ان كنتي تعودي في المكان ده فهمين اصدق ايه فده حاجة مضيقاني برضو في بيتي الالوانات الغمقى عشان زي ما بقولكو بقالي التسع سنين متجاوزة فكان على ايام ما انا جيت اتجاوز كان طبعا الموبيليات او الموبيلية كانت غمقى وطبعا الحيطان كانت غمقى برغم ان انا غيرت كتير في بيتي عايز اقولكو يعني ودهنت يمكن مرة او مرتين بس برضو لأسف اما كنت جيت بدهن بكت بدهن للالوانات الغمقى اللي هي بتبقى ماشية مع الموبيلية هنا طبعا كانت عاملة لوحة زي ما انتوا شايفين او زي نزمت بلوهوت على الحيطة هي برضو اللي عملتها دهانت من تحت كده الحيطة وبعد كده حطت المريات هنا برضو عجبني السلك السلك اللي هو العادي عارفين السلك اللي هو بتاع احنا بنحطه على الشيش بتاع البلكونة وكده جابته وقفلته كده زي ما انتوا شايفين وحطت فيه لوح قبل كاش ممكن تحطي كرتون بس يكون كرتون نتسئيل وتقفلي كده وحطته فيه ضرفة خزين حطت فيه الحاجات اللي انتوا شايفينها دي تقدر برضو تعملي كده اللي هي فكرة ده عجبتني ممكن تعملي كده للحاجات اللي هي ممكن تحط في البلكونة مثلا زي مثلا ايه المشابك ممكن تعملي حاجة زي كده فهمين قصد ايه هنا بقى بتعمل داشابو بتاع اباجورة جددته كده باللطباق اللي هي الكرتونية او البلاستيك اللي هي بتاعت الجاتوهات وشكلها حلو جدا باللون القفوات عجبتني بردر انت كمان تعمليها وتحطي من تحت اي حاجة ولو يكن لو فوزة قديمة عندك اي فكرة يعني وتبقى شكل الدكور عندك في البيت شكله حلو جدا بس كده يا حباب قلبي ده كان الفيديو بتاع النهاردة يارب يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايكات كتير ومستنعي كومنتاتكم تحت في الفيديوهات او في الفيديو اشوفكم الفيديو الجاية واسبكم في رعاية الله وحفظوا ويه مع السلامة اشتركوا في القناة